اشتركوا في القناة اي مراسل او صحفي او اعلامي بمثل هذه المعاملة لانه الصحفي او المراسل ما بيشتغلش عند رئيس النادي ولا رايح رئيس النادي يمن عليه على الاطلاق الصحفي او المراسل او الاعلامي رايح يؤدي وجبه فاي قناة ايان كانت فاي جريدة ايان كانت ورئيس النادي مش صاحب النادي رئيس النادي في مجلس ادارة النادي فقط لا غير اول ما ينزل تحت في الجنينة هو زي وزي اي واحد داخل النادي هو زيه زي اي عضو داخل النادي من هنا اصبح عاديا اصبح بني ادم عادي اصبح عضو عادي موضوع منتهي مين بقى كان المراسل مين كان الصحفي مين كان الاعلامي انا اكتر واحد لابد ان ادافع انا كاعلامي هنا وزملائي يدفعوا عن كرامة وعن اسم وعن مهنة الصحافة والاعلام ده امر محسوم تماما بقى امرت ايه تطردها ما بتشغلش عند حضرتك ما طلبتش من حضرتك ما هي بتقولك رأيك ايه في الاتهام الموجه ليك بالتحريط ما قلتش اكتر من كده وده في جريدة الشروق غدا في الصفحة الاولى انه في طلب حضرتك تحضر عشان تتسئل بتوادي واجبها ما تطولتش على حضرتك لسامح الله ما تجاوزتش في حق حضرتك لسامح الله قدت واجبها او قد واجبه ايا كم من هو هذا امر لا يليق برئيس نادي الزمالك النادي ملك للجميع والاعلام اللي موجود في النادي دخل النادي عشان يؤدي واجبه ويؤدي عمله والاعلامين لازم يتضمنوا مع بعض لازم يقفوا جنب بعض والمراسل او المراسلة ده هو الاعلامي ده هو بتاع كل القنوات من اولها الاخيرها قصة الخلافات والخناعات والكلام الفرخ ده عب وقلت ادب لكن لما يبقى زميل في قبلكو اذا كانت زميلة وهي شديدة الادب والاحترام لانها ما نطقتش بكلمة لانها متربية بالفعل متربية من بيت اصول من بيت محترم كانت ممكن تهلهل وتعمل وتخلي وتسوي يبقى لها رد فعل مشت خرجت باحترام وبادب لو وفت بقيت له انت كذا وانت مالك وتدرش تردني وتعملني وتخليني وتسويلي بقت مشكلة وفي ناس في الجنينة معها وفي ناس في الجنينة ضد بقت حدوتها هذا امر غير مقبول على اطلاق وعلى كل الاعلامين هم لابد ان يتضمنوا مع بعضهم البعض مع زملائهم خاصة لما تكون قضية زي دي ويكون عدم احترام بالشكل ده عيب اصغر واحد زيه زي اكبر واحد زيه زي اكبر واحد كلنا مرنا بالمراحل دي انا كنت مرسل وافخر ان انا كنت مرسل وكنت بنزل اعمل تقارير في الاندية وفي المباريات وفي مراكز الشباب وكنت سعيد جدا بدا فكلنا مرنا بالمراحل دي فيطلع لرئيس النادي اي ان كان ياسيدي اسكت مش هرد عليكي خلي حد يتكلم او خلي حد يبعدها يقول لا الرئيس مش هي رئيس النادي مش هيتكلم لكله الاسف الشديد احنا خلاص دولة بلا قانون بلا احترام في اوروبا والدول المتقدمة كرامة الانسان محفوظة بنسبة 200% ولو ده حصل لصحفي في امريكا ولا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في المانيا كنت هتشوفه كان هيحصل ليه حمدنا كنت عايزة اتكلم عن اللايحة بقى الزر مرهاش وقت ولا حاجة لكن عموما ابرزنا فيها انه